وصف الجرمية يليق تحت حكم القضاء بسلوك شخصا لا يحترم القانون أي أنه لا يحترم بلاده ولا يحترم ذاته ويجرد من الأخلاق أما الأخلاق فحدث ولا حرج كما تسمعه في هذا المقطع المسجل المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعية كلمات نابية وألفاظ سوقية تسيء للعرض والشرف وصاحب التسجيل هو ذات الشخص الموصوم بالمجرم ووصف المجرم مرفق بكتاب الحكم الصادر بحق الهارب من القانون محمد فوزي حسين غالب في حكم القضاء فإن محمد فوزي خارج عن القانون وثائق رسمية حصلت عليها قناة التغيير التي تثبت إصدار حكم الحبس سبع سنوات لخمس مرات منذ نهاية عام 2017 وحتى العام الحالي وهنا كانت ردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل الاجتماعي وبين أوساط الخبراء القانونيين والسياسيين فإن المجرم الهارب محمد فوزي يتطاول ويجتم ويهدد رئيس الجمهورية برهم صالح وأسماء مسؤولين بارزين مشهد خطير يذكي التطاول والشتم ونشر ثقافة الفتنة لمقارنة بين المجرم والرجل الأول في الدولة العراقية أما رئيس المشهود له بالأوساط السياسية وسيرة عمله كرئيس لجمهورية العراق منذ توليه المنصب نهاية عام 2018 وحتى اليوم لم تصب شائبة هذا المال الذي يسرق من الخزينة العامة ويسرق من المقاولات تنتهي إلى جيوب مراكز قوة تؤثر في الانتخابات وتؤدي إلى عرقلة العمل الحكومي واستكمال بناء الدولة المطلوبة في هذا البلد فوزي يقول إنه أخطر من الميليشيات وفي رسالته دعم للخروج عن القانون وإشعال فتيل الفتنة والسلاح وتطاول على سيادة العراق هذه رسالة خطيرة توضع أيضا على طاولة الحكومة التي تواجه أي تموعيقات أمام تحقيق سيادة الدولة في الوثاقة الرسمية تظهر الجريمة التي ارتكابها فوزي بمشاريع الطاقة الكهربائية وكأن مجرمي فساد الكهرباء يضربون احترام القانون والجمهورية ورئاستها والحكومة وفريقها بعرض الحائط لتحقيق جرائم النهب على حساب المواطن وتزييف الحقائق وإخفاء جرائمهم من خلال إثارة الرأي العام وفتنه عن جرائم السرقة والفساد ومع كل هذا فإن محمد فوزي مجرم فار من وجه العدالة ومكانه الحقيقي في الحبس أما أصوات النشاز فلا تعيق جمهورية بوزن العراق ولا تعيق رئيسها ترجمة نانسي قنقر